كيف تتعطينا بنايتي؟ كيف تتعطينا بنايتي؟ ووه، كيف هذا؟ قطعتين كبيرهم 140 ألف المرة مسكينة ديقتي عندها تلذة بنيت طيارة حلوة ياسر بيها ياسر مساعديننا ياسر فرحانين بيه وضع الكل ياسر حتى حد ماينا جميعاية الصغار وكانت يخو قارض ويتسلف بش مايخوليديات هنا يقصين وردونا شليقة بين الأمم يمسحوا بينا في البلاء كيف تتعطينا بنايك في رمضان؟ في رمضان نمشي نخدم الراوح من الخدمة نعمل دورة شوية في السوق وبعضيش الراوحة قبل شقة الفتر مرقدش خاطرين من نقوم مرقدش في رمضان احكي لي شنية رايك في الأوضاع الاقتصادية اللي تمر بها البلاد؟ طيارة حلوة ياسر بيها ياسر مساعديننا ياسر فرحانين بيه الوضاع الكل ياسر شنية شنية رايي بنايتي؟ ووه، شنوه هذا؟ قطعتين هكا كبورهم 140 ألف المرأة مسكينة ديقة عندها ثلاثة بنات جايبتهم معاها نخزر لها البارح دخلت للحانوت بيش تشري 140 ألف؟ حكا كبورهم والله اللي عنده ثلاثة صغاره ما يخدمش مسكين الزويلة مش لازمة مش لازمة حسب رأيك أنت الأولياء التوانسة والوالدين قادرين اليوم باش يعايدوا الصغارهم ولا لا؟ اللي في حالو ذاك ما حكيوش عليها أما احنا من نجموش لا حتى حد ما ينجمي عايد الصغار وكانش الميخ وقارض ويتسلف باش ما خليش ولي داتوا ناقصين بالقارض باش نجمي يكسي صغاره لعبة لعبة من المواطن في المواطن علي خلي ناس تعيش تقصوا شوية خلي العباد من ساكنك الزويلة عنده زوج ثلاثة صغار وزويلة للخر اللي خرجين هير في العام عيد لك الصغيرات خلي يكسيوا رويحاتهم ولي ديتهم ينفروا علي أخوية برجولية دوخونة الله يهلك اللي كان سبب يا راشد الغنوشي يا كلب يا متخلف يا معاق الله يهلكك انتي والعرش متاعك من بابك المحرابك من العرش المصرانة لولا انتع جد 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 لول بتاع الغنانشا اللي طوى الله لا تبارك لك لا في الصحة ولا في انذر يا كلب يا متخلف يا معاق الله يجيبها لك ربي راك هلكت البلاد راك فستت البلاد الله لا تربحك انتي وش الله متاعك حسب رأيك انتي شنو يلزم بش البلاد تتصلح لترجع كما كان تقبل نقف الاقتصاد على سقيه يوقف الاقتصاد على سقيه تيحوا في المعيشة تيحوا في المعيشة تيحوا في المعيشة شعلوا فيه النار حسب ما فهمت من كلمك إلي الوالدين إنما لا قادرين بشيش روحوا يجلس غرملة بشيكتفيوا برويح مزادة جملة جملة بربي واحد وواحد كاري وواحد كاري وعندو ثلاثة صغار وهو بركة يخدم مرته ما تخدمش شنوه بشي يعمل شنو بشي يعمل شنو بشي يعمل راه يناجم يخل سكريه مه ذو شار تخل خرج صغيرات ثلاثة زوز صغار صغير بشي ناجم يكسيها زوز ملايين محاج يوصلوه التونس زوز ملايين متحكيش عليها مرة ورد بالك زوز ملايين في الشهر التونسي ما عاش تحكي عليهم ما عاش تحكي عليهم خاطر ما يقضيوش عي الزيت غالي تماثم غالي الحم غالي ووه الجيج بعشرين ألف الجيج ذاك نيتن الجيج لا بيه ذاكت على المكينة بعشرين دينار الزدورة يبيعوا فيه في مارسودر القديم بالبيرة الدخط الحم العالوش بربعين دينار عليه تفاقوا لرواحكم يكب ساعدكم فيقوا يكب ساعدكم فيقوا نقصوا الناس قتلتوها رقع لكتو الناس بش دور تضرب الرويع بعضها بسكاكن الناس تسرق في بعضها الناس تفق فيها بتاع الناس يوليدي عليها هكا يوليدي عليها هكا حس برايك مدام شنو الحل اللي يلزم يتقام بيه باش نتفداو هالارتفاع هذا يبداو 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 بالاقتصاد السعر أول حاجة بشيق يوقفوا الاقتصاد على ساقيه يوقفوا البلاد على ساقيه وبعد شي يتكلم الله يارحمك الهيدي بان ما يعرفوش الهيدي بان جيلكم التونة تعرفوش الهيدي بان الهيدي نويرة تسمعوا بيه الهيدي نويرة إذا كساميني الهيدي بان خطر كن في الفيش تتعيد والحاجة يعطينا أربع خمساين ايما في اقتصاد الطيارة ما فميشخو في الدنيا فميشخو اللي وقتها صنة ضعضانة من التعاذو داية يجيه أختي وقف على ساقيها وقف في التونس وليت طيارة بين الأمم وردونا شليقة بين الأمم يمسحوا بينا في البلاء يمسحوا بينا في البلاء تونس وليت لي كنتش كون يعرف عليها تاوجيه الشوالق التلويح وليت انشقوا الفمي وليو تايحونا قيمتنا العالم كان يضحك يتشرف بينا الله لا تربحك لا انتي ولي ذريت 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 متاعك من نولك للي توفى ذريتك للي يوفى النسل متاعك الله لا تربحكم لا تبركي لكم ترجمة نانسي قنقر